السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية رباوي جميع سيدة الاستعداد. تحية رباوي جميع متتبعي قناة رديدة لجميع المستويات مع التراشيد. اذا في هذا الفيديو سنتعرف على طلب الترخيص لاجتياز مباراة. اذا لاجتياز مباراة معينة منها كمباراة التوجيه مباراة لإدارة الطربوية مباراة التفتيش او مراقب طربوي. لا بد من كتابة طلب الترخيص لاجتياز هذه المباراة. اذا الطلبية تضمن مجموعة المعطيات مجموعة من معلومات الحاسة بك ثم رأي السيد المدير المباشر. اه لك. والسيد المدير الاقليمي. والسيد المدير او مدير الاكاديمية. اذا هنا دائما الطلبية تضمن الاسم والنسبة والاسم الكامل. رقم تأجير رقم تأجير الخاص بالاستاذ. ثم تاريخ التوظيف وتاريخ الترسيم. فتاريخ التوظيف ليس هو تاريخ الترسيم. تاريخ التوظيف يمكن أن تكون أو أن يتم تعيينك في سنة مثلا الفان وعشرة مثلا الفان وعشرة هو تاريخ التعيين أو تاريخ التخرج من مركز تكوي المعلمين أو الأستيدة وتاريخ الترسيم يمكن أن ترسم في السنة الموالية يعني سنة الفان وإحدى عشر أو سنة الفان وإثنى عشر إذا كان هناك تأجيل في الترسيم يعني أكيد إذا بنت خروقات أو عدم الالتزام فكيكون ترسيم مؤجل حاليا أصبح التخرج فقط يكون هناك تعيين لأن هناك مسألة التعاقد ثم الإطار هنا أستاذ تعليم الابتدائي أو أستاذ الإعدادي والتناوي أو هنا الإطار يجب أن يحدد هنا الإطار إطار أستاذ تعليم الابتدائي مثلا ثم الدرجة هنا الدرجة تختلف يعني حسب السلم درجة واحد درجة تانية درجة تالية فالدرجة التالية تعني السلم 9 والدرجة التانية تعني السلم 10 والدرجة الأولى تعني السلم 11 ثم مقر العمل مقر العمل يعني ينشر إلى المؤسسة التي تعمل فيها والمهم الحالية المهم الحالية هي التدريس أو إذا كان هناك مثلا حراسة أو مخلف بالاقتصاد ملحق الاقتصاد إلى غير ذلك ثم نوع المباراة يعني نكتب هنا اسم المباراة مباراة توجيه أو مباراة لإدارة طربوية أو مباراة تفتيش ثم تاريخ إجراء المباراة هنا يحدد حسب المذكرة أكيد أن هناك مدكرة وزارة خاصة بهذه المباراة ثم في الأخير نجد هنا رئيس سيد المدير المباشر وتوقيعه ثم رئيس سيد المدير الإقليمي وتوقيعه ثم قرار نهائي لسيد مدير الأكاديميا مع ضرورة إرفق هذا الطلب بنسخة من الإعلان أو النص القانوني المنتم لهذه المباراة بمعنى أننا نرفق هذا الطلب بالنص القانوني بمعنى المذكرة الصادرة من الوزارة المنتمه لهذه المباراة سواء مباراة التوجيه أو مباراة لإدارة طربوية أو مباراة التفتيش دائما نجد هناك مذكرة وزارية تصدر في هذا الأمر التي تحدد تاريخ إجراء المباراة هو كذلك العدد المطلوب من الأطر في هذه المباراة سواء مباراة توجيه أو مباراة الإدارة الطربوية أو مباراة التفتيش تحدد هنا عدد الأطر المطلوبة حسب كل جهة كذلك يعني حسب كل جهة وأتمنى التوفيق للجميع أتمنى النجاح والتوفيق للراغبين ولمن لهم أمل في إجتياز هذه المباراة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا